ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طريق الملكت مع شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول لميدور حيث تم استعراض المعقف التنفيذي لأعمال مشروع التوسعات لزيادة الطاقة الانتاجية لمصفات تكرير ميدور بالأسكندرية والتي سترفع طاقة التكرير بنسبة 60% وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو مليارين واربعمائة مليون دولار وقد تم خلال الاجتماع استعراض المساهمات المجتمعية لشركة ميدور حيث بلغ إجمالي ما تم التبرع به خلال عام 2021 نحو 15 مليون ونصف مليون جنيه للمساهمة في دعم وتطوير المناطق المحيطة بالشركة